تحتفظ بيها لغاية ديسمبر هيكون عندك امكانية انك ممكن تحقق فيها خمسة مينموم اكس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم من جديد في قناتكم crypto.net.bitcoin قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية الربح فيها لو دي اول مرة بتشاهد القناة نرجو الاشتراك وتفعيل الجرس وتكون منضم معانا في قناتنا قناة التليجرام القناة اللي بنعمل فيها مضاربات مجانية وبيكون التواصل فيها اسرع لأي افديت موجود في السوق تقدر تحصل على اللينك من الديسكريبشن اللي موجود وايضا لو اخواتنا اللي محافظهم اقل من 4500 يورو يقدروا ينضموا في التليجرام ويقدروا يربحوا مجانا من المضاربات المجانية اللي بنزلها في التليجرام اما لو كانت المحافظة اكبر من قيمة 6500 يورو فممكن تتواصلوا عن طريق الرقم الواتس اب اللي موجود في الديسكريبشن ونقدر نساعدكم في الاشتراك في المحافظ الفي اي بي وادارة المحافظ عن بعد انتظرونا بعد الفاصل بحلقة مهمة جدا ورجعنا لكم من جديد بالطبع قبل ما ابدأ انا بشكر كل اخواتي اللي سعروا علي خلال الوعقة الصحية اللي انا كنت فيها بشكركم جزيلا وباذن الله الحمد لله يعني ربنا شفاني والحمد لله نرجع تاني في شغلنا وفي الابديت وكل الامور باذن الله والمتابعة اللحظة اللي احنا متعودين عليها سواء من خلال التليجرام او من حلقاتنا باذن الله اول حاجة حبيت ان انا اتكلم عليها النهاردة زي ما احنا متعودين هيكون على الماركت كاب احنا عندنا حاليا فيه 11.661 عملة الماركت كاب بتاعنا بـ 2.358.251.251.460.000 دولار يعني معنى كده ان احنا بدأنا نتجي في اتجاه صاعد جيد جدا لان لمسنا الـ 2 تريليون وكان فيه حصد ارباح وبلغنا كن محد الشيء اللي خالص والحمد لله رؤيتنا واضحة واحنا بنتجي في الاتجاه السليم نقدر نقول ان التعامل اليومي من اول 126.104.765.000 طيب عندنا الاستحواز وده فيه كلام مهم جدا فالبيتكوين لو وصينا هنلاقي ان الاستحواز بتاعه الاربع من السعره ارتفع طيب يعني وصلنا الـ 41.3% والإيسريم هو الاستحواز وزاد وصل لـ 19.6% ومعنا كمان ان التحولات لازال سعرها يعتبر ايضا غالي الخاصة بتحولات الإيسريم في الحالة دي هنرجع ونقول حاجة مهمة جدا غير ان احنا عندنا ارباح غير ان احنا موجود عندنا شغل كويس جدا فعايزين نتكلم على افضل العملات اللي ممكن نقدر ان احنا نوصل معاها لربح جيد في الارتفاعات الكبيرة وعندنا حاجة مهمة ان الاستحواز اللي قال للبيتكوين ده سمح لبقية العملات اللي موجودة في الارتفاعات اللي موجودة قدامنا الحالية هنرجع نتكلم عندي عملتين جدا هنتكلم عليهم مهمين جدا تقدروا ضفوه في محفظتكم واول عملة هنبدأ نتكلم عليها في الماركت كاب هتكون عملة بنسميها عندنا تيفيول اللي هي الاختصار بتاعها تيفيول تمام سعرها دلوقتي عامل 38 سنت العملة دي من العملات الجيدة جدا جدا عايزين ننزل ونشوف المعلومات الاساسية الاول الخاصة بالعملة هنرجع زي ما احنا متعودين نشوف الالتايم هاي والالتايم لو فاحنا لاني الاول تايم هاي كان بزيرو بوينت تمانية وستين سنت وده كان فيه تسع جون تمام عشرين واحد وعشرين يعني ثلاث شهور فاتت كانت هي اول مرة تحقق الاول تايم هاي بتاعها ولكن حاليا هي بقيمة الاول تايم لو بتاعها كان في تلاتاشر مارس عشرين عشرين يعني عملة صعدة نشأة جديد ارتفاعات قيمة جدا وكانت بتبدأ من زيرو بوينت سفر 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 تمانية تمانية العملة دي يا جماعة مشروعة مهمة جدا احب ان انتو تخشوا تراجعوا عن طريق الويب سايت الخاص بيهم تمام كده نقدر نخش ونشوف ايه المعلومات المتاحة عن العملة ولكن العملة دي من افضل الاماكن اللي ممكن نشتريها منها بالطبع احنا هنحلل بعد كده الشرط بتاعها بس الحلقة دي حلقة مدمج فيها خمس عملات فبنحاول نختصرا على كل عملة فهنقدر نعرف ان افضل مكان تقدر تاخد منه كان العملة دي لو رجعنا مع بعض كده بالراحة هنقدر نعرف ان هو يعني نقدر نحط نقاط الشرط عند 0.35 بعد الارتفاع اللي احنا فيه ده نقدر ننزل عند 0.35 ونقدر نحط order الشرط بتاعنا في العملة دي والاهداف بتاعت العملة دي اهداف يا اما لفترات بسيطة ممكن يا اما على فترات متوسطة ونقدر نشوف فيها ارباح كويسة باذن الله ده لو احنا هنتكلم عن عملة التفيولة ونرجع نشوف الويب سايت بتاعها اللي من خلاله لو انت دخلت عليها تقدر تراجع حاجات كتير جدا اهمها بهمني الويت بيبر تعرف العملة دي بتتكلم في ايه تشوف النشاطات الخاصة بتاعتها قبل ما تستثمر في اي عملة تحاول انك تضيف معظم الوسائل الخاصة بالتواصل الاجتماعي بتاعتهم عشان تكون على اتصال دايم بعملة تقدر تدرسها الاول قبل ما تكون جاهز انك تشتري وتعمل استثمار فيها بشكل جيد ولكن عملة موفقة زي ما ديناكم معلومات كتير قبل كده عن عملات مهمة برجع ااكد عليكم ان عدلة التفيولة من العملات المهمة وارجع اقرأ الويت بيبر والمشروع الخاص بيها وممكن تتواصل كمان مع التيم سابورت بتاعهم عشان تقدر لو عندك اي معلومة محتاجة قبل ما تخش في انفستمنت في اي عملة ودي اهم حاجة لازم تعملها مش مجرد انك تشتري عملة وتخش وتسيب فلوس وتمشي لازم تشوف مين البرتنرز مين المدعمين مين المنشئين للعملة ايه الاتجاهات الخاصة هل المشروع مناسب بالنسبة لك انك تخش فيه ايه هو البلوكتشين الخاص بتاعهم كل المعلومات دي لازم تقدر ترجع عملة تفيولة من العملات المهمة جدا 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 ولازم يكون ليك استثمار فيها بنقولها من بدري نشوف العملة التانية الخاصة بينا عملة كين عملة كين كانت من العملات المهمة جدا اللي عملنا عليها حلقة كبيرة والنهاردة عاملة ارتفاع 20% انا كلمتكم لما كانت عملة كين كانت 0-0-0-0 كمان تمام 6-8 تمام وقلتلكم خدوا العملة دي وكانت 0-0-0-0-4 يعني ما كانش الواحد ده موجود اللي خد معايا العملة دي في التوقيتات اللي اتكلمنا عليها النهاردة هو محقق فيها ارباح عالية جدا 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 نرجع نتكلم تاني عن عملة كين ونشوف ايه الاخبار بتاعتها هي موجودة عند واحد تلاتة دلوقتي خلاص فهنشوف بتاعنا الحاجات الخاصة بيها الالتايم هاي والالتايم لو الالتايم هاي كان في اربع سنين في 2018 تمام وكان 0-0-1-4 اوكي وهي منخفضة 90% حاليا الالتايم لو بتاعها كان في تسعة 20-20 يعني من سنتين وكان بالزبط هنعد مع بعض 5-0 او 1-2-3-4-5-2-3-5 اوكي طيب احنا فين دلوقتي في العملة دي احنا دلوقتي في 0-2-3-1-3 عملة مميزة عملة مهمة انك تحط فيها investment قوي وبالطبع عملة من الاصفار اللي بتحبوها ومش غالية وتقدر تحط فيها استثمار وانت متطمن 100% هرجع تاني اقول ان احنا عشان نقدر نعرف عملة عايزين نقدر نستفيد بيها نقدر نعمل ايه؟ نقدر نرجع ونفتح الشرط الخاص بالعملة عشان خاطر نتعلم نعرف العملة دي بتتكلم على ايه؟ ايه الحاجات المميزة بتاعتها وليه ممكن اعمل فيها استثمار هترجع تاني تشوف في الويبسايت شجال بتاحهم عملة كويسة تقدر تراجع الويت بيبر ايضا بتاعتها تضيف معظم الوسائل الخاصة بالتواصل الاجتماعي الخاصة بيهم وتعمل معاهم تواصل تراجع الويت بيبر تشوف مين التيم اللي عامل العملة دي ايه اهم المميزات اللي ممكن تخليك تستثمر في عملة زيكين الكلام ده كلام مهم جدا ما تحطش استثمارك في اي عملة قبل ما تكون عارف العملة دي بايه وبتتاجه فين ورايحة في اني اتجاه نيجي للعملة اللي تليها وهي عملة التي دابلي تي العملة دي يا جماعة عملة مهمة وعايزين نخليها معانا على البلان ولكن دي ما بنصحكش في الشرافية دلوقتي ولكن انصحك بس في المرأبة يبقى العملة دي للمرأبة وليست الاستثمار السريع ليه لانها محاها ارتفاعات عالية جدا فلازم ننتظرها في هبوط وناخدها في تصحيح فما ينفعش نشتريها النهاردة هنقدر نعرف ان الول تايم هاي بتاعها كان 5 سبتمبر يعني زي ما لسه كنت بتكلم معاكم اهو يعني مبارح تمام وصلت لدولار 65 ونزلة بقيمة 11% وكان الول تايم لو كان 31 20 20 من سنة وكان 0.0064 ارتفاعات مهولة ولكن العملة دي عشان نعرفها كلنا يمكن ما حدش عنده خلفية كبيرة كان عن وجود العملة دي فعايزين نعرف كده نفتح الصيط واولا ما نفتحها تقدروا تعرفوا العملة دي عبارة عن ايه تمام الـ TWT مكتوبة Trust Wallet Token فهل هي حقيقة التراست والت ولا لأ دي حاجة مهمة هنيجي نبص ده فعلي ده التراست والت يبقى انا اهم حاجة لما بشوف عملة في الماركت كاب قبل ما اخد اي تحرك عليها يجب ان يتأكد من الويبسايت بتاعها يجب ان يتأكد من الماركت كاب يجب ان يتأكد بتبع فين ايه المنصات اللي بتعملها عملية تسويق على اساسه اقدر اعرف اذا كانت العملة دي عملة فيك عملة سكان ولا عملة جيدة ابدأ ان استثمر فيها العملة محققة ارباح علي جدا لا انصح بشراء الان ولكن عملة مهمة ان يكون عندك استثمار فيها عشان تقدر تحقق ارباح جيدة لو رأس مالك صغير ومحتاج انك تكبره نيجي ليه العملة اللي بعدها والعملة دي كنا اتكلمنا فيها قبل كده لو تتذكروا كان لسه سعرها اتنين دولار وكانت دولار وتسعين سنت ونبهتكم عليها انها عملة مهمة العملة دي وان انش عملة برضو زي البنكسواب عملة زي برضو عملة مهمة جدا يا جماعة وبأكد عليكم ان مستقبل العملة دي مستقبل كبير جدا ولازالت في اتجاه جيد الاستثمار ما تسبوش عملة زي كده من ايديكم تروح منكم ممكن العملة دي تحقق معاكم ارقام زي ما حاجات كتير بتطلع قدامكم وبتسبوها زي ما تكلمنا في سولانو لما كانت موجودة بالتلاتة واربعين دولار ونبهتكم على حرف الدابليو اللي شكلته وبالطبع تأخرتم وبعد كده كتبتولي على البرايفت الحق احنا تأخرنا وقتلكوا لا ما ينفعش بالطبع تشتروها خلاص عدت وراحت فبنتكلم في عملة مهمة لازم نركز عليها الوان انش وان انش كان الالتايم خاي في تمانية مايو عشرين واحد وعشرين وكان سعرها زي ما انتو شايفين كده سبعة دولار سبعة وتمانين سنت ولا زالت وياه بالقيمة منخفضة بخمسين في مئة عن قيمتها الحالية ولكن الالتايم لو بتاعها كان في أربعة عشرين واحد وعشرين يعني برضو من ثلاث شهور فاتت وكان تسعة واربعين سنت تمام تسعة واربعين سن انا المفروض بقى عمليه دلوقتي لا انا المفروض ان على الال يبقى عندي جزء موجود في المحفظة من العملة دي عشان خاطر اقدر استفيد منها في ارتفعتها القادمة تخيل لو انت تقدر تشتري الف عملة من العملة دي تمام طبع الشرك كان قبل كده يعني احنا داتي بنشتري من اماكن مختلفة يعني مثلا عملة دي عندي مثلا بدولار بقى كده حقيقي عندي العملة دي تاني باثنين دولار ونص بعد كده رجعت تاني لما نزلت واحد تسعين اشتريت منها تاني بعد كده اشتريت منها لما وصلت اتنين عشرين بعد كده ما ينفعش اشتري خلاص انا بقى عندي خلاص عملت البالك اللي انا كنت مستنيه طيب انت عايز تبتدي هتبتدي منين هتدور على انخفاضات اللي ممكن تلحقها يعني انبارح وصلت اربعة دولار بوينت خمسة فرقم حلو دلوقتي بتعمل لها عملية تصحيح التصحيح ده دلوقتي عند ثلاثة بوينت خمسة وتمانين يعني لازم برضو تحاول تجيب تصحيح اقل من كده عشان تعرف تشتري عملة زي كده وتشيل منها وتخليها عندك العملة دي لو انت قدرت تاخد منها ألف قطعة وصلت بعشرين دولار انت بقى معك عشرين ألف دولار من حوالي نقول ألفين دولار اوكي والعملة دي متجهة في اتجاهات خطيرة فقط التزم ان يكون عندك العملة دي عندك في محفزتك ده نصيحة بالطبع قادر أقول لكم كمان عليها نصيحة استثمارية مش أخاف وأقول لكم لا أصلي وكان لا لا خالص نصيحة استثمارية أخدها واستثمر فيها تمام واستفيد منها ولكن أهم شيء يهمني أول لما توصل لرأس المال اللي حقيته في العملة لازم تخرجه لازم تخرج رأس مالك لأن السوق شديد المخطرة وشديد الخطورة ولو مثلا ما حفزتك ستة ألف يورو ما ينفعش الدرها لوحدك هتخسر كل فلوسك ممكن السوق ده صعب سواء رجعت الاستشارات الخاصة بتاعتنا عن طريل واتس اللي موجود في الديسكريبشن أو تتبعت مع شخص عادي وكي تقدر يدلك الموضوع ولكن إدارة يا أخواننا مش تليجرام تشترك فيه 30 دولار و50 دولار وتخسر فلوسك وبعد كده يقول لك السوق مكسب وخصارة وإحنا قسفين ضع منك يعني كل حاجة ونعرفش نعمل لك حاجة أنت عايز إدارة مش عايز نصايح فيه فرق كبير ما بين لو الكلمة دي والكلمة دي باهتم بالعملة دي أوي 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 وبحبها بصراحة يا جماعة بشكل شخص العملة دي يعني حاس أنها عملة بالنسبة لي مريحة يعني أوكي فتقدروا تخش تراجعوا الويت بيبر تقدروا تعرفوا كل المعلومات تقدروا تعرفوا مين المخزنين تقدروا تاخدوا معلومات كاملة عن الوان إنش ونصيحة ليكم مهمة العملة دي يجب أنها تكون موجودة في محفظتكم وان إنش لازم تبقى موجودة زي عملة التراست والت اللي أيضا تكون موجودة معاك العملتين دول عملتين مهمين اليوني سواب اللي عد منه وراحت في التلاتين دولار وراحت وان إنش هتيجي في التلاتين والاربعين دولار ما تنساش افتكر الفيديو ده سجلوا عندك ومعلومة مجانية بقى الدهالكم أوكي وتقدروا تستفيدوا منها فقط تواصل مع التيم تواصل مع التليجرام تواصل معهم اعرف الويت بيبر ما تاخدش بس كلامي كده وتنفزه عايزك تتصقف أنا مش هبقى فرحان لما أجي أقول لك دولي قصة العملة دي بتتكلم في كذا ومش رحها كذا وقعد أحكي لك قصة أنا علي أن أفتح لك خطوط عشان تقدر تتعلم أنا مش هسقيك المعلومات بالمعلقة أنا لازم أهتم إنك تقرأ وتتصقف في خمس عملات بنتكلم فيه من النهاردة لازم تعرف أن هي عملة تقدر تحط فيها investment لأن مش كل شخص معه الإمكانية المادية يعمل investment في خمس عملات فلازم نكون جادرين بالمعلومات اللي بنتكلم فيها وعارفين احنا بنفكر في ايه عملة مهمة جدا جدا one inch ما تنساش العملة دي وخلينا فكرنا تمام ننقل لآخر عملة عشان الحلقة ما تطولش مننا ودي عملة من العملات اللي حققتوا فيها مكاسب فلكية اتكلمنا فيها لما كانت لسه سفر سفر تمام سفر 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 كمان أوكي واتكلمت معاكم وكان قلنا أفضل مكان لها كان السفر السفر سفر تسعة أو أو السفر سفر سفر واحد خمسة وتكلمنا فيها وبدأت تتحرك وتصعد معانا الاتجاهات جيدة نيجي نشوف الالتايم هاي والالتايم لو لعملة الدنت وينيجي ننزل العملة دي ممكن تعملك مليونير لو درت أنك تستغلها من الأماكن الصحيحة اللي نتكلمنا فيها وموجودة على التليجرام يعني لازم تراجعوا شوية في تليجرام وتنضموا للتليجرام الالتايم هاي بتاع عملة الدنت كان في تسعة الفين وتمنتاشر ووصل لإحداشر سنت إحداشر سنت والالتايم لو كان في تلاتاشر عشرين عشرين ووصل لأربعة صفار سبعة زيرو أوكي طيب النهاردة عملة الدنت هل جدير أن أقدر أخذ فيها ولا أشتري عملة الدنت وقع طبعا أي من أنك تشتري في تصحيح يعني رقم ده رقم سبعة كبير أوكي ويا منتجها خلاص على السنت ولكن عملة مهمة يجب الاستثمار فيها بكل الطرق ما ينفعش أنك تسيبها من إيه ده عملة مهمة جدا جدا لازم أنك تخلي جزء منها في محفظتك مهما كان قيمة محفظتك كام لازم تخلي فيها جزء من محفظتك موجود فده النصيحة اللي أقدر أقدمها لك على عملة الدنت عملة مهمة لازم نخلي بالنا منها ونحاول أن نحن نخليها موجودة معانا في محفظتنا هتفرق معانا كتير؟ آه هتفرق معانا كتير عشان كده يهمني أن أنتو تكونوا شايلينها معاكم ومحافظين على العملة دي بشكل جيد جدا جدا تمام؟ نرجع لآخر حاجة في العملة دي عشان نقدر أن نقف بشكل جيد عليها هنشوف الويب سايت بتاعها نفس الكلام عايزين أن نحن مع الويب سايت الخاص بيها نقدر نراجع نشوف نفس الكلام إيه الاتجاهات الخاصة بالعملة نقدر إزاي نقرأ ونستفيد من العملة دي ونقدر نعرف كل وسائل الخاصة بيهم التواصل الاجتماعي نقدر نعرف كافة المعلومات ونقدر نتواصل أيضا مع التيم سابورت عشان ناخد كافة المعلومات اللي ممكن تفيدنا إن احنا نشتري العملة أو ما نشتريهاش أنا في الحلقة دي حطيت بين إيديكم أهم خمس عملات شايفهم لازم يكونوا معاكم في سبتمبر العملات دي مهمة جدا جدا أوكي وبتمنى لكم كلكم التوفيق وسعيد جدا بيكم وبشكركم للمرة التانية على جهدكم وعلى إن انتوا سألتوا علي الحمد لله وأنا كنت يعني مريض فأشكركم جزيرا جزيرا شكر كبير حقيقة ده اللي بيدل إن اللي بيرتبط بيننا وما بين بعض أخوة وهي دي كان أول سبب إحنا أنشأنا عليه هذه القناة وأنشأنا عليه قناة التليجرام كمان وبإذن الله هيبقى في عندنا اكتيفيشن كتير جدا خلال الفترة اللي جاية لإن السوق مبشر وبيتجه في اتجاهات عريضة وجميلة وكويسة أتمنى لكم كل التوفيق دمتم في رعاية الله وأمنه كنتم في قناتكم كريبتو دوت نت دوت بيتكوين قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية ربح منها سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة